اسمحوا لي باسمكم جميعاً أن أشكر إخوانا واخواتنا في البصنة العزيزة الذين يستضيفوننا للمرة الثانية وأخصوا بالذكر الدكتور أحمد علي بالشيك والأساتذة أدهم وأدين وكل أرحب باسمكم جميعاً بكل أخوتنا وأصدقائنا البصنين الذين يشاركوننا في هذا اليوم المهم أيضاً باسم المجلس العربي وباسم الخاص أرحب بكم أشد الترحاب وأشكركم على تفضلكم بالمشاركة معنا في هذه ورشة العمل أو العصف الذهني الذي نتمنى أن يكون مثمراً لنا جميعاً إخواني أخواتي نحن نجلس في مكان تحت سقف أخواني وأهلنا في غزة يسكنون فوق أو تحت أو بين الركام الركام المستشفيات وركام المنازل وركام الجوامع وركام الجامعات يقاسون من العطش من الجوع وهو تقريباً نفس المشهد في الكثير من أماكن لبنان وهو نفس المشهد في الكثير من أماكن السودان المنسي إلى آخر إلى آخر أنا لن أذهب في الحدلقة الفكرية للقول أنه إذا جزء من شعبنا يسكن تحت الركام فهذا بخطائنا نحن أنا لست من الذين يحبون جلد دلات يعتبر أن هذه رياضة ليس لأحد أهمية لكن هناك علاقة بين الركام الفيزيائي الحسي الذي يعيش فيه جزء من أهلنا ومن شعوبنا اليوم وبين الركام الذي يسكن داخلنا نحن لأننا نحن أيضاً نعيش فوق الركام لكنه ركام أفكار وقيم نحن نعيش على الأقل بالناس الذين من جيلي نحن نعيش على ركام الوطنية نحن نعيش على ركام القومية العربية نحن نعيش على ركام الاشتراكية نحن نعيش على ركام الإسلام السياسي ونحن نعيش اليوم على ركام الديمقراطية اسألوني أنا عن هذه الديمقراطية التي مبنى من أجلها في تونس والآن هذه الديمقراطية أعادت إلى سدة الحكم دستوري تسعة وخمسين وأعادت إلى الحكم انتخابات تسعينية وأعادت إلى الحكم منقلب ومغتصب للسلطة إذن نحن نعيش على ركام أين الخلل؟ أين الخلل؟ لماذا أحلامنا كلها أصبحت مثل هذا الركام؟ أنا بالنسبة لي الركام الحس الذي يعيش فيه أهلنا في غزة والركام الذي نعيش عليه الفكري والروحي نفس الشيء وهناك علاقة وثيقة بين الركامين أين أخطأنا؟ هل أخطأنا في أحلامنا؟ طبعا لا كان من حق ومن واجب أبائنا وأجدانا أن يحلموا بالوطن أن يحلموا بالاستقلال كان ضروري لم يكن لهم خيارا أخر كان من حق العروبيين ومن واجبهم أن يحلموا بالدولة أمة العربية المتحدة كان واجبهم كان أيضا واجب الاشتراكيين أو الشيوعين أو من تريدون أن يحلموا بمجتمعا فيه العدالة الاجتماعية كان ضروري كان أيضا من واجب الإسلام الإسلاميين أن يقولوا هذه يعني لا توجد شجرة يعني بدون أن تكون مرتبطة بجذورها كان لهم الحق في أن يقولوا هذا وكان لنا الديمقراطيين نحن أيضا الحق في أن نقول نريد أن نكون مواطنون ولا نريد أن نكون رعاية نريد أن نعيش في دولة قانون ومؤسسات ولا نريد أن نعيش في دولة عصبات وأجهزة إذن أحلامنا كلها كانت شرعية وكانت ضروري أن هذه الطرق المختلفة للوصول إلى الهدف سواء التفكير القومي أو الإسلامي أو الشيوعي أو للوطن كان هذا ضروري كان من حق ومن واجب كل هذه الأشياء لن تحلم بهذا إذن أين الخلل إذا لم يكن الخلل في أحلامنا الخلل في أننا استعملنا أو جرينا وراء الأوهام أنه كانت لتحقيق الأحلام جرينا وراء الأوهام الأوهام هي التي أدتت إلى هذا الركام الركام الذي يعيش أهلنا في غزة والركام الذي يسكن عقوننا وقلوبنا الأوهام نموذجنا الوهم القومي أنه يمكن لهذه الأمة أن تتحد في ظل ديكتاتوريات بينما كل تجارب التاريخ تثبت أن هذا غير ممكن الركام الذين عيشوا اليوم في الديمقراطية أننا ظننا أن حرية الرأي والتعبير ستأتي إجباريا وشفنا الزبالة التي أدتها هذا الانفجار الأوهام الأوهام أنه الاشتراكية منظومة بيروقراطية يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية فأنتجت النموكولاتورة هذا هو الموضوع إذن الموضوع بالنسبة لنا نحن اليوم أو خاصة للأجيال الجديدة هذا من الشبان الذين وقفوا أمامك هو كيف نواصل التمسك والإمعان في هذه الأحلام وفي نفس الوقت كيف نتخلص من الأوهام التي أدت إلى هذا الركام يعني كيف نجب نوازن بين بروريات الأحلام وبين يعني الأليات الحقيقية التي لا تكون وهما ونحن هنا اليوم لنفكر في هذا الموضوع وعندما أقول نحن أنا دائما أبدأ خيل أنه نحن مجرد خلية في العقل الجماعي أن العقل الجماعي العربي اليوم يفكر في ألفين مكان نحن لسنا وحدنا نحن مجرد خلية نحن مجرد شيء صغير جدا في عقل الجماعي يفكر الآن في كل المستوات كيف نخرج من هذه الركام كيف نعيد البناء فوق الخراب هذا هو الموضوع المطوح بالتالي نحن نجوز من هذا العقل الجماعي العربي الذي يبحث عن الوسائل غير الوهمية لتحقيق الأحلام الشرعية هذا هو التحدي إذن أخواني أخواتي لابد أن في هذه اليومين أن نقدم مخترحات وأفكار للعقل الجماعي حول كيفية أنه هذه الديمقراطية التي نعتبرها الآن هي ربما الممشى الوحيد لتحقيق جزء من أحلامنا التحرر الوطني عدل الاجتماعي لأخير كيف نعيد صياغة المشروع الديمقراطي العربي طيب هنا يستطيع أن يقول لي وماذا لو استبدلنا وهما بوهم من يؤكد لي أن من سنخرج به الآن من أفكار لن تكون هي أيضا أوهام تضاف إلى الأوهام التي أوصلتنا إلى هذا الركام وردي سيكون يا لور طيب وبعدين خليه خلي يكون وهما خليني نجري سنتعلم من هذا الوهم الجديد مش مشكلة الخطاء ليس أن تخطئ الخطاء إلا أن تتعلم من أخطائك إذا كان بالضرورة سننتج وهما جديدا نجري وراءه ويتضاح بعد سنوات أنه كان وهما سيتواصل العقل الجماعي في التفكير وهما بعد وهم أنا لا أحب شخصا اسمه تشيرشيل لكن أحب بعض كلماته وتعلمون أنه عندما يتعلق الأمر يعني تحب كلمة من شخص فأنها عادة لأنها تتجاوب مع أفكارك أنت هو يقول طريق النجاح هو أن ننتقل من فشلا إلى فشل ومن فشلا إلى فشلا أكبر ومن فشلا إلى فشلا بعده دون أن نفقد الروح المعنوية هذا هو طريق النجاح يعني القضية ليست أن نفشل ونبق يعني هذه الصيغة هذه الفكرة صغتها بكيف أخرى عندما أقول وأردد أن الهزيمة ليست أن لا نحقق أحلامنا وإنما أن نتخلى عنها هذه هي الهزيمة إذن نحن على طريق النص لإعادة البناء فوق الخراط لمحافظة على روحنا المعنوية رغم مرورنا من فشلا إلى فشل إلى فشل أمامنا الكثير من الفشل أمامنا الكثير من خيبة الأمل أمامنا الكثير من الصعوبات لكن إذا حافظنا على روحنا المعنوية وإذا حافظنا على روح التحدي وإذا رفحنا على روح لنا الحق في أن نصبح أمة مواطنين وليست أمة رعاية لنا الحق في أن نصبح يعني نعيش في ضل دول قانوة مؤسسات لنا الحق أن نجتمع في أي قرية عربية في أي دولة عربية للحديث في الديمقراطية ولا يقلقنا أحد لكننا الحق في كل هذا وهذا الحق سنفتكه الحقوق كما تعرفون لا تعطى الحقوق تفتك نحن سنفتك هذا الحق من أنياب السبع من أنياب الاستداد من أنياب الاستعمار من أنياب الصهيونية سنفتك كل هذه الحقوق إذن دون إطالة دون إطالة هذين اليومين يجب أن نتقدم في إشكالية ضخمة هي كيف نرسم خريطة الطريق خاصة للأشجال المقبلة حتى لا تضيع في الأوهام حتى إمكانية تحقيق هذه الأحلام تتصعد أكثر فأكثر ولا يهم مرة أخرى أن يصير فيه خطأ وأن يصير فيه كذا المهم هو أن نواصل وأن نواصل وأن نواصل إلى أن هذه الأهداف التي وعدتنا بها الحياة كما يقول نيتش نحن من سنحققها لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر